بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بحضراتكم في كورس الباور سيستم ديستريبيوشن معاكم مهندس أشرف رمضان إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الباور فاكتور كوريكشن كنا عملنا فيديو قبل كده بتكلم على مثال إزاي أنا بختار قيمة الكباستور بانك عشان أعمل تحسين للباور فاكتور كوريكشن إن شاء الله النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن الباور فاكتور كوريكشن ويعني إيه تحسين معامل القدرة بالتفصيل هنبدأ بمعادلات بسيطة جدا لو إحنا شفنا المسلس اللي قدامنا ناس كتير جدا تقولي هو فيه أنواع للقدرة يا بش مهندس فيه أنواع للقدرة آه فيه أنواع للقدرة يا بش مهندس فيه تلات أنواع للقدرة فيه عندي أول قدرة بنسميها القدرة الظاهرية أو القدرة الكلية اللي هي الأبيرة انت باور وبنرمز لها بالرمز S الاس دي عبارة عن الفي فرق الجهد مضروب فيه التيار يبقى أنا عندي أول نوع من القدرة القدرة الظاهرية نركز يا شباب القدرة الظاهرية أو القدرة الكلية الأبيرة انت باور S بتساوي V فيه عبارة عن حاصل ضرب فرق الجهد فيه شدة التيار النوع الثاني من القدرة اللي هو البي البي اللي هي القدرة الفعالة أو الاكتف باور القدرة الفعالة أو الاكتف باور البي عبارة عن الايفل في كوزاين فاي بدأ يظهر عندي مصطلح كوزاين فاي وهنشوف ده دلوقتي يجي من فين النوع الثالث من القدرة اللي هو القدرة الغير فعالة اللي هي الري اكتف باور أنا في عندي اكتف باور وري اكتف باور وأبيرانت باور طيب دي جات من فين إن أنا هنا عندي لو أنا عندي زاوية فاي فأنا هسمي الزاوية دي بين الفيكتور الأولاني اللي هو الأفقي ده والفيكتور الثاني فاي طبعا إحنا بدأنا هنا نقول فيكتور هنشتغل متجهات فأنا عندي الزاوية دي مفروض المجاور للزاوية المجاور أيام سنوي بياخد جتة اللي هي كوزاين فاي وي المقابل للزاوية بياخد جاء اللي هو ساين فاي طيب حد فكرنا شباب الكوزاين دي كانت عبارة من على مين؟ الكوزاين كانت المجاور على مين؟ على الوطر طيب الساين كانت من على مين؟ المقابل المقابل على الوطر يبقى أنا لو قلت عندي كوزاين فاي يبقى كوزاين فاي بتساوي إيه؟ كوزاين فاي نصحة شوية شباب كوزاين فاي كوزاين فاي بتساوي المجاور اللي هو البي على الوطر اللي هو مين؟ الاس طبعا كوزاين فاي دي كانت كوزاين فاي على واحد نعمل مقص يبقى واحد في بي البي عبارة عن الاس مضروبة في مين في كوزاين فاي تمام الاس دي نشيلها ونعوض مكانها نحط البي في الاي يبقى هنا في عندي الباور بتساوي البي في الاي في كوزاين فاي ده مين دي قيمة الاكتف باور القدرة الفعالة طيب نفس المعادلة احنا هناخد ساين فاي بتساوي اس بتساوي كيو عفوا كيو على اس وبالتالي هتبقى اس هتساوي تمام احنا قلنا المقابل اللي هو الكون على الوتر اللي هو اس دي بتساوي يبقى المفروض عندي الكيو بتساوي اس في صاين فاي تمام ل اس دي بقى الكيو عندي الكيو عبارة عن الايفل في ساين فاي ساين اعفوا ساين فاي يبقى انا عندي تلات معادلات نركز تاني يا شباب المعادلة الاولانية بتقولي عندي النوع الاولاني من القدرة القدرة الظاهرية اللي هي الابيران تباور الاس بتساوي الايفل في ودي دايما وحدة قياسها بالفولت امبير او بالكيلو فولت امبير الفولت امبير ومضاعفاته البي اللي هي الاكتف بور وحدة قياسها بالوات او مضاعفاته كيلو وات ميجا وات وهكذا الكيو وحدة قياسها بالفار تمام فار او بالكيلو فار يبقى انا عندي تلات معادلات بتلات مصطلحات طيب هل دلوقتي انا لما جيت رسمت الرسمة دي انا قلت المعادلة بتاعتي لو انا باخد الرسمة دي على اني الرسمة دي مسلس قائم الزاوية عندي المفروض هنا من قانون فسغورس لو انا بشتغل كمية قياسية بل اس بتساوي تمام اس تربيع اللي هو الوطر بساوي بي تربيع زائد كيو تربيع تمام يا شباب او اقدر اقول ان الاس بتساوي الجزر التربيع لبي تربيع زائد كيو تربيع اقدر اقول ان البي بتساوي الجزر التربيع اس تربيع ناقص كيو تربيع اقدر اقول ان الكيو بتساوي الجزر التربيع لس تربيع ناقص بي تربيع كل الحالات دي من المسلس اللي هو بشتغل عليه كأنه معادلة سكيلر لو جيت للحق احنا لما بنيجي نجمع البي والفي هنا مش بنجمعهم قياسي سكيلر الفكرة دي مش مزبوطة احنا بنشتغل على الكميات المتجهة يعني لو انا عايز اجيب المحصلة المفروض المحصلة عبارة عن البي البي ده فيكتور بلس الكيو ده فيكتور بيديني الاس يبقى انا هنا المفروض البي كمتجه اجمعه جامع اتجاهي مع الki بيديني المحصلة زي ما احنا عارفين في المسلس المحصلة بتقفل عكس يعني هنا البي والكيو ماشيين في نفس الاتجاه ماشيين في نفس الاتجاه عكس عقارب الساع المحصلة هتقفل المسلس وتبقى مع عقارب الساع عكس اتجاه الاثنين طيب فيه سؤال دايما بيجيني طب هو بش مهندس هنا ليه اصلاً بلجأ او بيبقى عندي البي والكيو ليه انا متخلصش من الكيو فيه معلومة مهمة جدا لما احنا درسنا في البداية درسنا كان فيه عندي ثلاث انواع من الاحمال ويا ريت نبدأ نركز في المعلومة دي جدا دي اهم معلومة في الفيديو ده انا عندي البار بكتبها لسه قالين ان هي المفروض تبقى الاس يعني الاس بتساوي الاي في الفي انا هنا بحكي بس ان انا عندي ثلاث انواع من اللوتز كان اول نوع من الاحمال اللي هي الحمل المقاومات كان عندي في المقاومات عشان كده انا قلت بجمع اتجاهي يبقى انا بشتغل على الفيز بشتغل على الفيز كان عندي الفي بسين اكس والآي بسين اكس فخلاص انا هنا مفيش زاوية بين الاتنين يبقى الجهد والتيار الجهد والتيار في نفس الطور او في نفس الفيز وبالتالي كان كل القدرة اللي انا بسحبها في الحالة دي اكتف باور تاني الاحمال بتسحب اكتف باور فقط معلومة دي مهمة جدا يا شباب لو انا عندي ار بس هيتسحب من الشبكة بي بس هيتسحب باور اكتف هيتسحب باور اكتف وما لان ايه اللي كاتبه ده لو انا عندي ال لو عندي ال هيتسحب كيو لو انا عندي ال هيتسحب كيو لو انا عندي ار هيتسحب مين بي طبعا انا طبيعة الحمل بتاعي بيبقى الاثنين معبعد فيها عندي بيبقى طبعا علشان عندي الار والل بالتالي هيبقى هيتسحب مين اس تاني لو انا عندي ار بس الشبكة هتسحب بي بس اكتف باور لو أنا عندي L بس ملفات بس يبقى الشبكة هتسحب تمام Q بس يبقى مين اللي مسؤول عن الري اكتف باور اللي هي الكيوب الكيلو فار دي اللي هو الملفات طيب طبعا عشان أنا عندي اللي اتنين عندي الار وعندي البي في الشبكة فبالتالي أنا بسحب الاس يبقى أنا دلوقتي مضطر في الشبكة إن أنا أسحب الاس مش بسحب البي بس أو الكيوب بس نظرا لطبيعة الأحمال ولتالي كان في حد بيسألني يقول لي ايه أسباب وجده الكيوب أصلا في الشبكة ليه عندي في الشبكة ليه عندي في الشبكة كيوب أنا ممكن يعني نفسي ألغي الكيوب خالص مش عايزها بقول له لا لان دي حسب طبيعة الأحمال حسب طبيعة الأحمال طبعا أنا الأحمال اللي عندي معظمها أحمال او أحمال حسية زي المواتير كل المواتير اللي عندي أحمال حسية يعني بتعمل حس كهرومغناطيسي او مجال كهرومغناطيسي وبالتالي فيه جزء بيفقد داخل المواتير اللي هو الخاص بالحس الكهرومغناطيسي او الحس المغناطيسي عفوا الحس المغناطيسي عشان يبدأ يعمل للموتور الجزء ده انا مش بستفيد منه بس هو اساسي حسب طبيعة المشين او المكان اللي انا بتعامل معاها لانه ما فيش فيض الموتور مش هيتحرك وبالتالي اصلا انا مش هستفيد منه وبالتالي انا لازم يكون عندي كيو في الشبكة طب انا هقدر الغي الكيو دي من الشبكة لا انا بقلل بقلل الكيو اللي في الشبكة تمام بي بعض الوسائل يبقى انا هنا البي والكيو خلي بالك بجمعهم اتجاهيا وليست جبريا اتجاهيا وليست جبريا نرجع تاني احنا قلنا هنا يا شباب وركزنا ان معظم الاحمال inductive load طب لو احنا رجعنا بقى قلنا والله اندقت في يعني ملفات نرجع بقى ليه المعادلات بتاعة الملفات لو انت شفت الاس او البي بتساوي الاي في الفي فقال لك والله لو كانت لو كانت الفي دي عبارة عن ساين فاي وانا رحت جاي عايز اعبر عن الاي لازم اكتبها ايه ساين ناس فكراها ساين ساين اكس قصدي يبقى ساين اكس ناقص اتنين باي طب انا لحظت ايه هنا يا شباب لحظت ان التيار بيتأخر عن الجهد اللي هو بيقص بايه بالفولت التيار يريد نركز يا شباب عشان دي معلومة مهمة جدا التيار في الملف يتأخر عن الجهد بزاوية اللي هي التسعين اللي هي باي على الاتنين تمام يبقى انا هنا التيار بيتأخر عن الجهد بكام بزاوية باي على الاتنين يبقى التيار يتقدم ولا يتأخر عن الجهد في حالة الملف في حالة الملف التيار يتأخر عن الجهد طيب ده طبيعة الحملة احنا قلنا طبيعة الاحمل ايه inductive ملفات طبع عشان انا ابدأ اصلح المشكلة اللي بتعملها الملفات داخل الشبكة عشان احسن من الاداء بتاع الشبكة الجزء ده بيعمل لي Q والQ دي بتأثر عندي في الشبكة عشان اقل لانا مش هقدر الغي الQ هقل للكيو عشان اقل للكيو من الشبكة بستخدم مكسفات واحد يسألني يقول لي طب وانا ليه بستخدم مكسفات يا باش مهندس لان حضرتك لو رجعت للمعادلات الخاصة بالجهد والتيار في حالة المكسف هتلاقي لو انا عندي الجهد ال V بساين اكس كان بيبقى التيار I بساين اكس زائد زائد يبقى زائد ده بيعمل ايه يتقدم يبقى التيار يتقدم على الجهد تمام او عن الجهد اللي هو طبعا بيقاس بالفولت يبقى هنا تاني في حالة الملف التيار يتأخر اللي هو بالنائس يتأخر يتأخر يبقى بالسالب عن الجهد في المكسف التيار يتقدم عن الجهد قصة الزاوية بقى يتقدم ويتأخر دي هي اللي بدأت تعمل عندي الفيز اللي انا بشتغل عليها طيب هنيجي بقى بعد كده ان شاء الله هنبدأ نشوف هنركب في الدائرة مكسفات فيه ناس بتسأل طب انا المكسفات دي تمام اللي هركبها بتاعت الكاباستور بانك اللي هيحل ليه المشكلة يقلل لي الكيو هركب المكسفات دي توالي سيرياس ولا توازي هنشوف تمام طيب لو ركبتها توالي هينفع لا مش هينفع هنشوف ليه هيحصل فولتج دروب على المكسفات نفسها تمام بتعمل لي مشاكل في الشبكة طب انا خلاص رحت ان انا هركبها ايه توازي طب عندي كزا حل توازي هو انا عايز دلوقتي بحدد قيمة الكيو هل اركب كل دول ستيج واحدة او ستيب واحدة ولا اركب كزا ستيب يعني انا دلوقتي عايز مثلا مية كيلو فولت امبير اخليهم مثلا خمسين كيلو خمسين كيلو كزا ستيب او خمسة عشرين وخمسة عشرين وخمسة عشرين اربعة وخمسة عشرين ولا افضل ان انا اخليهم كام مية ستيب واحدة طبعا افضل اخليهم ملت ستيب عشان اقدر ابدل وزود من العمر الافتراضي للكاباستور بانك انا لو انا عندي الكاباستور او قيمة الكيو اللي طاليبها دلوقتي عشرة كيلو فار وانا عندي ستيب واحدة مية لو انا عايز عشرة اشغل المية لو انا عايز خمسة اشغل المية لو انا عايز خمسين بشغل المية وبالتالي هي تبقى اشغالة دايما اما انا لو عندي عايز خمسة كيلو فار يبقى انا ممكن اشغل ستيب واحدة خمسة وعشرين وباقي الاستبات التلاتة خلاص دول اف تمام لو انا عندي ستيب مثلا خمسة وثلاثين يبقى اشغل اتنين ستيب الخامسة وتلاتين يبقى انا اشغل اتنين ستيب خمسة وعشرين وخمسة وعشرين تمام والاتنين التانين مالهم اوف وبالتالي هم مستريحين تمام طيب في سؤال بقى بيتسئل دايما هل اوصل المكسفات دي دايما بشوف في الكاباستوربانك المكسفات متوصلة ستار ولا دلتا وهنا اوصلهم ستار ولا دلتا السؤال ده مهم جدا يا شباب اولا تعالى نرجع بقى بالزمن اللي ورا شوية ونشوف الفرق بين الستار دلتا كونيكشن لو انا جبت لو انا جبت المكسفات وصلت المكسفات الرسمة الاولانية دي اللي هي مين لستار عرفت ازاي عم دي ستار شكلها ستار وهنا في عندي ايه النيوترال طيب ادلتا فيها نيوترال لا مفيش لا مفيش نيوترال لا مفيش نيوترال هنا يبقى هنا في نيوترال طيب انا ايه اللي بيحصل عندي انا وجاي باجي من برا باجي من اللاين يبقى انا لو داخل من برا كده بدخل بيبقى عندي تيار بسميه آي لاين وبالتالي التيار اللي هيدخل هنا برضو اسمه آي لين والتيار اللي هيدخل من اللين هنا اسمه آي لين يبقى آي لين واحد آي لين اثنين آي لين تلاتة وهكذا طب التيار دا هنا في الستار هل التيار دا بيتجزأ؟ لا التيار دا هو هو بيدخل فبالتالي لما دخل هنا عند المكسف او لو كان عندي ملف مثلا تمام زي الرسمة اللي احنا كنا عارفينها من زمان اللي هيحصل عندي ان التيار دا هسميه آي فيز طب دلوقت انا عايز اسأل سؤال في حالة الستار يا شباب حالة الستار ايه اللي بيحصل الاي لاين بتساوي الاي فيز الاي لاين لاين بتساوي الاي فيز حلو ده من ناحية التيار طب من ناحية الجهد الجهد بين النقطة دي تمام والجهد بين النقطة دي ده احنا بنسميه في لاين خلي بالك على اتنين فيز معاهم النيوترال في النص اما الجهد بين النقطة دي اللي هي النيوترال والنقطة اللي دخلة عندي هنا دي بسميها V-phase يبقى أنا فيه فرق هنا V-phase اللي هي الجزئية دي بس تمام أما V-line كل الجزء ده طب وبالتالي أنا شايف هنا أن V-line أكبر من مين من قيمة V-phase وبالتالي هيبقى V-line V-line بلايها بالمعادلات بتساوي جزر ثلاثة V-phase تمام طيب ده أنا كده شفت إيه شفت الستار لما أنا عايز أوصل دلتا هنا V-line هو هو ال V-phase في الحالة دي يبقى هنا في الحالة بتاعتي V-line بتساوي V-phase والتيار إيه اللي بيحصل له يا شباب بيجي هنا وبيتجزأ جزء يدخل كده جزء يدخل كده يبقى هنا I-line ده اللي جاي من بره I-line بيتجزأ ل-I-phase و-I-phase يبقى أنا اللي عايز أخده هنا عايز أخد ال V-line بتساوي V-phase أو V-phase وبالتالي يفضل توصيل الكاباستور بنك أو موصلات الكاباستور بنك على التوازي عشان أقدر أحصل أو أشتغل على أكبر جهد على المكسف يا شباب بطبق أكبر جهد على المكسف نفسه من خلال أن V-line بتساوي V-phase وإن شاء الله هنلتقي في فيديوهات أخرى نتكلم عنها أو نتكلم فيها عن الكاباستور بنك وتحسين معامل القدرة بالتفصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته